غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بمجابة للتفاق الروسي الأوكراني حول تصدير الحبوب برعاية أممية وقال مركز التنسيق المشترك إن سفينتين أبحارتا من ميناء تورنو مورسيك وثلاثة من أوديسا وقرى السماح للسفن الثلاث والتي تحمل نحو 58 ألف طن من الذرة بمغادرة الميناءين في إطار الاتفاق الذي يهدف لفك الحصار عن صادرات الحبوب شكرا